قال مسؤولون أمريكيون أن الرئيس جو بايدن سيصدر تعليمات لحكومته بتسهيل تجنيس 9 ملايين مهاجر مؤهلين للحصول على الجنسية الأمريكية وقال هؤلاء المسؤولون الكبار في الإدارة الأمريكية أن هذه التعليمات ستصدر في سلسلة من المرسيم الخاصة بالهجرة والتي سيوقعها بايدن مؤكدا من خلالها رغبته في مواصلة تقليد الترحيب بالمهاجرين وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن الزميل كريم يوسري مرئس الأكسترا نيوز أهلا بك كريم في هذه الجولة الإخبارية وحدثنا أكثر عن اهتمام بايدن بقضية المهاجرين ووضعها على رأس أولويته وأيضا حدثنا عن مصادقة مجلس الشيوخ على مرشح الرئيس جو بايدن لتولي منصب وزير النقل بالفعل نوعها يحاول جو بايدن ثلاث عدد كبير من العواقف التي وضعها دونالد ترامب في ملف الهجرة حيث من أهم صرت أن يوقع اليوم جو بايدن على أمر تنفيذين جديد وهو يعني يزيد فرص 9 ملايين مهاجر متواجدين على الأراضي الأفريكية في مدعهم الجنسية تحديدا في ملف الهجرة اتخذ جو بايدن عدة قرارات وعدة أوامر تنفيذية ربما أبرزها إزالة أو رفع الحاضر على دخول عدد من مواطني الدول الدولات الأغلبية المسلمة جديدة 13 دولة إلى الولايات المتحدة كانت حاضر قد فرض أوتنان ترامب منذ نحو أربع سنوات أو نحو ثلاث سنوات وأيضا هناك قرارات متعلقة بأنه سيزيد من عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة نحو 125 ألف مهاجر سنويا أيضا جو بايدن اتخذ قرارا بتأجيل يعني ترحيل عدد كبير من المهاجرين المتاجدين على الأراضي الأمريكية وجدد إقامة 6700 سوري من المواطنين السوريين المتاجدين أيضا على الأراضي الأمريكية جدد إقامتهم كانت إقامتهم انتهت بالنسبة لبداية هذا العام تحديدا جو بايدن يحاول بشكل كبير تنفيذ وعوده التي خرج بها خلال خطاباتي وخلال برنامجي الانتخابي هذا بالنسبة لملف الإجراء جو بايدن على الجانب الآخر في مجلس الشيوف نجد أن المجلس منذ نحو نصف الساعة وافق على سيد بيت بوتيجج كوزيرا لنقل عدد خامس الشخصيات التي يوافق عليها مجلس الشيوف بالنسبة لوزراء الذين رشحهم جو بايدن من المنتظر أيضا أن تكون هناك جرسة أخرى اليوم لأن الموافقة على السيد وزير أو رشح القاس في وزارة الأمن الداخلية ألكاندرو مايوركاسو سيكون هو أول وزيرا من أصول لاتينية في وزارة الأمن الداخلية وبالتأكيد يريد جو بايدن إصال رسالة أن الأمن الداخلي بالتأكيد معني بملف الإجراء ومعني بملف المهاجرين إن كانوا شرعيين أو غير شرعيين يريد جو بايدن إصال رسالة بأهمية أبناء الجالية اللاتينية من المكسيكو من أمريكا الجنوبية المتواجدين في الأولايات المتحدة الأمريكية نعم وصلت الصورة شكرا لك كريم مايوسري مراسل إكسترا نيوز